طبابة ألف مع سامي البيروتي العيادة المسموح حملوا تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو البلاي ستور أو اسمعونا أكيد من راديو مباشرة أو لو حابين أيضا تستمعوا إلينا عن طريق الموقع المباشر www.000fm.com وأكيد للتواصل وطرح أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة اليوم راح تتصلوا علينا على 012-61-6100-01-12175-85 أيضا تقدروا تشاركونا أكيد على أرقام الاسم اس ارسل سؤالك أو استفسارك على STC 855-1040-66-301-27013-13 وأكيد كلنا نطمح أنه يكون عندنا بشرة نظرة وحلوة والكل الأكيد يتكلم عنها لكن اللي لازم نعرفه أنه اللي دائما يوصل لهذا الشيء لازم يشتغل عليه يعني الأسلوب حياة من كل الجوانب يفرق في هذا الموضوع إن كان بالنسبة للأكل، بالنسبة للنوم، بالنسبة للأشياء اللي أنت تساهم في حياتك بشكل عام كل هذه الأسباب تساهم في حصولك أو حصولك على نظارة وصحة البشرة هذا هو موضوعنا اليوم في طبابة ألف كيف ممكن أسلوب حياتنا من ناحية الغذاء أو النوم أو مختلف الأساليب يعني أو الأشياء اللي بنسويها تأثر على نظارة وصحة بشرتنا تفاصيل كثيرة نحن نتعرف عليها من خلال طبيبة الجلدية والتجميل والليزر في عيادات الشمس دكتور عزة سليم، مساء الخير دكتور عزة مساء نوريا ساملة، أهلا بك وأهلا بك ومتابعيني أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور عزة أكيد نورتنا كالعادة وما إنه أنا بدأتها بأسلوب الحياة فهو فعلا يعني الشخص حسب الأشياء اللي بيسويها في حياته يعني إذا كان نومه قليل، إذا كان الغذاء إلى آخرية، كل هذه تعتبر عوامل مؤثرة في الموضوع فخلينا نبتدأ في موضوع التغذية لأنه يعني في النهاية الشيء اللي يدخل الجسم أيضا أكيد بيظهر عليه من الخارج فبالنسبة للأطعم والمأكولات اللي ممكن تساعد الشخص أنه يحصل على بشرة نظرة نقية وحلوة هو الأول البشرة بتحتاج طبعا الهيالورينيك أسيد وبتحتاج الكولوجين بحيث أن هي تدينا نظارة وتدينا إشراق وتحافظ على عدم وجود تقعيد فيها وعدم وجود تصبغات الحاجات دي بنحتاج فيها أكل صحي، بنحتاج فيها النوم صحي، بنحتاج فيها أشياء أخرى زي الكريمات وزي الجلسات الصحية اللي ممكن تفيدنا في عيادة الجلدية والتجميل طبعا من المأكولات أو الحاجات المهمة للأكل أو الشرب اللي بتساهم بشكل قوي جدا في حيوية وشباب ونظرة البشرة أو اللي بتديها جلوينج أو نيتشرال بيوتي شكل صحي طبيعي أو يوثفل كونديشن زي مظهر شبابي للبشرة أول حاجة بنكلم عن الفواكه الحمضية زي سيترس فروت أو الفواكه الغنية بيتامين سي طبعا مهمة جدا تخليق الكولوجين اللي بيحافظ على مرونة الجلد، الإلاستيسيتي، شد الجلد تمام، البرتقال، الليمون، الجريفروت دي حاجات تعمل نضارة في البشرة عن طريق تحفيز الكولوجين طبعا نعمل دبل إفكت للفيتامين سي أو الإفكت بتاعها عن طريق عصرها أو إضافتها مع الماء أو شربها كعصير ثاني حاجة بنكلم عنها الشاي الأخضر أو الكاموميل أو من سميل هيربل تي دية حاجات تبقى فيها أنتي أكسدنت، الأنتي أكسدنت بتحافظ على وظائف الكبد والغدد الليمفوية اللي بيعود على البشرة بالنضارة والتحفيز ثالث حاجة من الحاجات المأكلات أو الحاجات المفيدة للبشرة الخضروات الخضرة اللي هي الغنية بالبيتامينات والمعادن وبتدينا كالوريز قليلة ما تديش وزن وفي نفس الوقت تدينا صحة ونضارة للبشرة زي السبانك والكرومب اللي هو الملفوف دي بتحسن الدورة الدموية جداً وتعتبر من الفيتو كيميكالز الحاجات اللي بتدي نضارة للبشرة جميل من الحاجات أيضاً المأكلات المهمة احنا قلنا الكرومب أو الكابيج ده مضاد للالتهاب غني ببيتامينات طبعاً مليئة ببيتامينات A و E و C بيعتبر برضو أنتي أكسيدنت وبيمنع التقدم في العمر بيطلع بيعمل بيقلل اللي هي بتعمل التقدم في العمر بيقلل نسبة الكورتيزول اللي بيعمل على تكسير الكولوجين اللي موجود في البشرة وبالتالي يقلل من التجعيد اللي من أهمها الكراوسفيت أو التجعيد اللي حوالين العين اللي بتظهر في البشرة أيضاً الطماطم تحتوي على اللايكوبينز اللي هي مواد كيميائية نباتية بكميات كبيرة الطماطم مفيدة مطبوخة وغير مطبوخة أيضاً بتقلل الفريداد راديكلز اللي بتعمل تكسير الكولوجين كمان يعني بتساعد على الحفاظ على البشرة المتعرضة لفترة كبيرة لأشعة الشمس يعني أشعة الشمس أو بتأثر بشكل كبير على البشرة الطماطم بتمنع التأثير دوت أيضاً الفاتي فش اللي هي الأسماك الغنية بالدهون فيها أوميجا ثري كتير الأوميجا ثري بتمنع الالتهاب بتمنع الحكة في الجلد بتقلل التحسس والحمرار والالتهاب وبالتالي تضي مظهر ناعم أو أملس للجلد أيضاً الفواكه الغنية بالماء بتعمل الفواكه الغنية بالماء والخضروات الغنية بالماء بتعمل ترطيب في الجلد بتعمل كأن تأثير الكريمات الترطيب زي البطيخ والخيار والكرافس والفجل كل دي خضروات تبقى مليانة أو أو فواكه مليانة بالماء بتعمل ترطيب قوي للبشرة من الداخل أفضل بكتير كمان من استخدام كريمات الترطيب الماء 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 شرب الماء آخر حاجة وأهم حاجة شرب الماء تشرب مية كتير جدا تقدر تحافظ على الهيدريشن تقدر تحافظ على الجلوينج بشرة ناصعة فيها ترطيب قوي فيها نضارة قوية جدا بشرب الماء شرب الماء فعلا دكتور عزة طب حلو بما أنه أنت كمان اتكلمت في موضوع العناصر وقداش الواحد المفروض يحافظ على موضوع أكل الألياف والخضروات والآخر لأنه تساهم أكيد في النهاية في بشرة جميلة ونظرة حلو أنا كيف أيضا كمان أعرف أنا إيش الأشياء اللي ناقصة في جسمي إيش الأشياء العناصر كمان اللي ناقصة في جسمي هل في تحاليل معينة طبية أنتوا لازم تتأكدوا منها قبل لا يتجه الشخص لعلاج بشرته طبعا هو في تحاليل كتير المفروض يكون كل شخص بيعمل تحرير روتينية ديت علشان آآ يبقى متأكد أنه جسمه سليم آآ قبل ما يعمل أي أو أو أي آآ أشياء بتعمل يعملها جوه العيادة يبقى متأكد أنه جسمه سليم من جوه وخالي من المشاكل وخالي من آآ آآ الأمراض آآ أول حاجة لازم يعمل صورة دم كاملة سي بي سي آآ يعمل مخزون حديد آآ سواء الرجال أو النساء مخزون الحديد مهم جدا الأنيميا بتأثر تأثير كبير جدا على نظرة البشرة على صفائها آآ دايما بتلاقي وجههم في شحوب أو آآ جلدهم أو بشرتهم عمتا كلها فيها شحوب آآ الهرمونات طبعا الهرمونات الغدة الدرقية مهمة جدا آآ وظائف الكابت وظائف الكلة آآ دي بتأكد لنا عدم وجود مشاكل في في الجهاز الهضمي آآ عدم وجود سوء تغذية أو امتصاص احيانا آآ شخص بيكون بيتغزى بطريقة سليمة جدا وبياخد كل الحاجات المفيدة ويكون عنده اصلا مشاكل في الجهاز الهضمي الاكل دوت لا يمتص او لا يستفيد منه ودي المشاكل الهضمية المفروض يبقى يعالجها قبل ما يعرض نفسه على طبيب الجلدية يعرض نفسه طبعا على طبيب البطني آآ يعالج المشاكل دي طبعا فيتامين دال آآ من اهم اهم الاشياء المقصانه بيسبب آآ آآ عدم نضارة في البشرة آآ تأثر تأثر في الجلد وفي الشعر وفي والاضافر آآ طبعا آآ بيتامين دال بيقل جدا في الاشخاص زاوي البشرة السمرة انه عندهم ميلانين كتير الميلانين آآ بيمنع مرور الشمس آآ وبالتالي بيقل عندهم بيتامين دال مفروض يخدوه من سورس تانية آآ زي البيض والحليب آآ او آآ عن طريق الادوية آآ طبعا الاشخاص اللي آآ اللي عندهم سمنة مفروضة برضو بيقل عندهم فيتامين دال آآ بيزيد عندهم الحبوب والبصور وآآ و وحب الشباب بسبب السمنة وبيقل ونقصان فيتامين دال عندهم بيأثر كمان بالسلبي على الموضوع ده آآ بيتامين دال بيساعد على آآ الحماية من الاكزيمة من الصدفية من الاشياء اللي بتعمل حكة في الجلد آآ بيحمي من السرطان من السكر من آآ بيحافظ على سلامة القلب طبعا فيتامين دال من الاشياء المهمة جدا آآ يساعد تكسيف الشعر منع التساقط يقوي المناعة يعالج الاكتئاب آآ يعمل على امتصاص فيتامين اي و سي يعني تأثر فيتامين دال في الجسم بيأثر على كمان انواع اخرى من الفيتامينات زي فيتامين اي وفيتامين سي اللي هم مهمين جدا في نظرة البشرة آآ نقصانه يسبب جفاف كبير في البشرة وده اللي احنا مش عايزينه اللي احنا عايزين ترطيب قوي في البشرة اكيد مستمعينا طبعا رح تلع فاصل بس قبل لو حابين زوروا الدكتورة عز السليم تقدروا تزوروها في عيادات شمس تحديدا في مدينة جدة طريق الملك تقاطع شارح حراء بجنب بنك سامبا ولو حابين اكيد تتابعوها في موقع التواصل الاجتماعي تقدروا تتابعوها على سناب شات دي ار اي دبل زد اي س اي ال دبل اي ام اما بالنسبة الانستجرام دي ار دوت اي دبل زد اي اندرسكور اس اي ال دبل اي ام اما بالنسبة الارقام ايضا التواصل الخاصة في الدكتور عز السليم تقدروا تتواصلوا ايضا وتحجزوا اكيد موعدكم صفر خمسة اربعة تنين صفر اثنين صفرين ستة وستين او تتواصلوا مع العيادة على صفر واحد اثنين ستة سبعة ثلاثة ثلاثة اثنين تسعة ثلاثة فاصل وراجعين خليكم مع السما ارحب فيكم من جديد مستمعين طبابة الف مكملين اكيد موضوعنا عن نظارة وصحة البشرة مع الدكتور عز سليم طبيبة الجلدية والتجميل والليزر في عيادات شمس قبل الفاصل طبعا كنا نتكلم في موضوع التغذية ايش الى عناصر مهمة فعلا الجسم الشخص اللي حاب اكيد انه ويطمح لبشرة نقية ونظرة واشي كمان التحليل الطبية المفروض اللي هو يجريها دائما يشيك على جسمه ايش الاشياء اللي يناقصة فيه عشان كذا في خلال معين في البشرة او في مشكلة معينة في البشرة حابة طبعا اكيد اتكر لكم ايضا ارقام التواصل معنا لو حابين تطرحوا اي سؤال او استفسار دكتور عزة من خلال 012-61-61-100-01-217-85-85 او انكم تشاركونا ايضا عن الاسم اس ارسل سؤالك واستفسارك على STC 851040 موبايلي 66-301-7013-13 ايضا كمان اتوقع دكتور عزة من الاشياء اللي فعلا تأثر في البشرة ومن الاشياء اللي احنا عندنا كثير من المشاكل فيها اللي هي النوم النوم ايش يلعب دور في هذا الموضوع موضوع انه الشخص ما ينام في الليل كثير ما يعطي نفسه الراحة التامة كيف يأثر على البشرة النوم مهم جدا طبعا النوم بنقول النوم في المساء طبعا اللي بينام كثير في الصباح ولا كأنه عمل حاجة يعني كأنه ما استفاد بالنوم تماما النوم جيدا مساءا النوم بيحافظ على كثير من مشاكل البشرة الكورتيزول بيفرز بكميات كبيرة جدا وقت الاسترس الانسان اللي ما بينامش بالليل بيفرز عنده الكورتيزول بكميات كبيرة ده بيؤذي الجلد بيعمل انفلاميشن او التهابات في الجلد الالتهابات دي تؤدي الى اكزيما واتوبك درماتايتس قلة النوم بتعمل على تكسير الكولوجين تكسير الهايلورونيك اسيد المسؤولين على نظرة الجلد بيقلل الهايدريشن او بيقلل الترطيب المطلوب للبشرة طبعا النوم الجيد بيعمل هيدريشن بلانس بيحافظ على التوازن في ترطيب الجسم قلة النوم بتسرع عملية الايجينج او الانسان يبقى يعجز او يظهر عنده تجعيد كتير طبعا لانها بيقل وقتها الافراز الـ growth hormone او الهرمون المسؤول عن النمو الهرمون دوت في الاطفال مسؤول عن النمو في الكبار طبعا مهمة برضو جدا لانه بيساعد على افراز الهايلورونيك اسيد والكولوجين اللي بيساعدوا على التقليل من علامات التقدم في العمر وايضا قلة النوم تؤدي الى زيادة الوزن وزيادة الوزن بصورة اخرى بتبدأ عدم المحافظة على بيتامين ديل زي ما قلنا في الفقرة السابقة حالو طيب خلينا نرجع كمان الخطوة شوية وراء ونرجع لنقطة التغذية من جديد بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية هل في مأكلات معينة المفروض انهم يبتعدوا عنها لانها ممكن تزيد نسبة الدهون في بشرتهم طبعا اي حاجة فيها دهون اي حاجة زي الـ chocolate هو الانسان بيبقى عارف نفسه يعني عارف انه لو ما بيزيد من الاكل الفلاني بيبدأ يزيد عنده الحبوب والبصور وحب الشباب والبشرة تبقى دهنية اكتر اي اكله دهني الدهنيات كلها يمتني عنها الفاست فود عامة المعظم الشباب دلوقتي بيأكل فاست فود ما بيهتمش بالخضروات والفواكه دي كلها طبعا بتأسع البشرة الدهنية المفروض يتجه لللي في vegetables أو fruits اللي هي الخضروات الخضرة وزي ما فاهمنا في الفقرة السابقة عشانه يهتم بالمأكلات او المشروبات اللي فيها hydration مش اللي فيها يعني فيها ميا كتير سوائل كتير واللي فيها فيتامين سي لكن يبتعد عن المأكلات او المشروبات اللي هي فيها دهون او انواع الشوكليت والحليب والقلبين حلو قبل ان نوصل للقطة الطرق العلاجية تحديدا في مجال التجميل او في العيادة كيف ايضا بطرق يعني من ناحية ايضا الكريمات العناية الوقاية الى اخره من ناحية منطقة حول العين تحديدا يعني هذه اكثر منطقة الناس بتعني فيها من ناحية اعتناء في المنزل واعتناء من خلال العيادة ايضا كيف ممكن يحلوا هذه المشكلة؟ هل الهالات السوداء احيانا تراها في تجاعيد بتظهر حول العين تحديدا كيف ممكن يعالجوها؟ طبعا الهالات السوداء والتجاعيد حول العين بتظهر زي ما قلنا في الاجينج بروسيس يعني كل ما تقدمنا في العمر وكل ما اهملنا نفسنا من ناحية التغذية من ناحية النوم قلة النوم مسائم تعمل الهالات السوداء قلة الاكل الصحي برضو بتأثر على حول العين الانيميا اشخاص كتير عندهم انيميا ومش بيعالجوها او مش بيهتموا بعلاجها طبعا بتعمل الهالات السوداء الهالات السوداء المفروض ان احنا في البيت نستعمل لها كريمات تفتيح حول العين الكريمات دي تكون مخصوصة لحول العين مش كريمات مخصوصة للبشرة او للوجه لكل منطقة في الوجه بيكون فيه كريمات مخصوصة ايضا غير الكريمات فيه جلسات في العيادة الجلسات دي بتساعد على التحفيز المنطقة حول العين دايما بيكون حول العين منطقة البلاد فلو بتاعها ضعيف او الجريان الدم او سريانه في المنطقة دي يتمحمل بالاكسوجين ضعيف وبالتالي احنا بنحاول نحفزه او ننشاطه عندنا في العيادة بطرق مختلفة زي مثلا الكاربوكسي او جلسات الراديو فريكونسي او الفوكس ده هيفو كلها جلسات تعمل على تحفيز حول العين تساعد على التخلص من التجعيد حول العين برضو البلازما وحقن الميزوثيرابي المخصوص للعين لحولين العين دوات من حاجات مفيدة جدا للحولين العين للهالات السوداء بنتكلم كمان سألتيني عن الكراوسفيت او التجعيد اللي بتظهر حولين العين طبعا بيبقى حلها النهائي البوتوكس طبعا بنقول انه الفيلر والبوتوكس حولين العين نأخرها او نخليها اخر حاجة بعد ما نتمم كل العلاجات الاخرى لانه الفيلر والبوتوكس لما يضعوا على بشرة نظرة وسليمة وصحية بيجدوا جمال اكتر وجمال زايد اكيد اكيد دكتورة طب حلو بالنسبة كمان لبعض الاشياء اللي بنرتب فيها جسمنا بعض المرتبات والكريمات احيانا يكون المرتب مكتوب عليه انه هو الوجه والجسم مع بعض فهل هذا الشي صحيح وتصرف هذا صحيح فعلا انه قدر احنا نستخدم نفس البرودكت او المنتج على وجهنا وجسمنا ما في اي ضرر من هذا الشيء هو المفروض يعني في الكريمات الطبية او التجميلية الطبية انه الحاجات بتاعت البشرة بتكون مختلفة عن حاجات الجسم او الكريمات البشرة مختلفة عن كريمات الجسم من انه بشرة الجسم او جلد الجسم باسميك محتاج ترطيب قوي او عميق او استيكي يعني تقيل الحاجات بتاعت البشرة المفروض تكون خفيفة او كريمات خفيفة مخصوصة لبشرة الوجه بتكون فيها فيتامينات زيادة بيكون فيها فيتامين سي بتكون فيها هيلرونيك اسد بيكون فيها مواد مفيدة اكتر لبشرة الوجه بنقول افضل انه كل مكان يكون ليه الكريم الخاص بي سواء للشفايف كريم خاص بيها للحوالين العين للوجه للجسم كل مكان يكون كريم مخصوص ليه افضل دائما اطباء ايضا التجميل والجلدية دكتور عزة ينصحوا بعدم الاتجاه لاستخدام المتاجات اللي فيها عطر او مواد عطرية ايش السبب المواد العطرية ايش بتسوي في البشرة مؤزية للبشرة طبعا العطور زيادة للجسم تأزي البشرة جدا الافضل انه يكون بلا عطور يكون بدل العطور دياد فيتامينات كريمات كتير دلوقتي بتتجه الشركات لانها تصنع كريمات مليئة بالفيتامينات نسمعها كريمات القيلة الثالث طبعا مليانة فيتامينات فيتامين اي فيتامين سي فيتامين اي كلها مفيدة للبشرة protesting افضل من اننا نستخدم اشياء مؤزية للبشرة جميل جدا حلو مستمعينا رح نكمل اكيد تواصلنا معاكم لكن بعد الفاصل رح نبدأ نستخبر اتصالاتكم و استفساراتكم للدكتورة عز سليم على أرقام تواصل 012-61-61-10-1-1-2-1-7-85-85 ولو حبينا أيضا تزوروها في عيادة شمس تحديدا موقعها في طريق الملك تقاطع شهر حراء جنب بانك سامبا وتقدر أيضا تتواصلوا مع الدكتورة أكيد عن طريق رقم التواصل الخاص 05-4-2-02-066 أو تتواصلوا مع العيادة على 012-67-33293 فاصل بسيط وراجعين خليكم مع السماء لو حابين تطرحوا أي سؤال والاستفسار على الدكتور عز السليم في حلقة اليوم بعنوان نظارة وصحة البشرة تقدروا تتواصلوا معنا على 012-61-61-100 01-121-75-85-80 كمان أيضا تقدروا أكيد تتواصلوا معنا عن طريق الاسم اس ارسل سؤالك واستفسارك على أيضا دكتور عز الآن مع التقدم ما شاء الله في مجال التجميل والجلدية والآخرة فصار فيه كثير من العلاجات اللي ممكن الشخص يروح للعيادة وفعلا يتعالج في العيادة وهو أكيد هذا الشيء لازم كمان لمتابعة ويعتبر مكمل موضوع أنه البيت يتاعتني ببشرة بس أيضا العلاج موجود بجلسات كثيرة وبطرق كثيرة في العيادة فخلينا نتكلم بالتفصيل في موضوع الطرق العلاجية اللي في عيادة التجميل اللي تساعد على نظارة البشرة وأيضا كمان طبعا يعني الواحد كمان لازم يفهم أنه العلاج خاصة بموضوع البشرة لازم صبر مو أنه حروح جلسة وحرجع وكده والآخرة فإيش أيضا كيف الأشياء أو إيش هي الأشياء اللي يقدر يروح يستخدمها مثلا في العيادة هو أهم حاجة أنه المراجع أو اللي بيشتكي من بشرة أو عايز يعمل أي حاجة فيها المفروض يعرض نفسه على طبيب متخصص الطبيب دوت بيقوله أنت محتاج إيه أو تشخيص مناسب لبشرته أو لبشرتها بتتشخص تشخيص جيد عن طريق أجهزة معينة عن طريق كشف الطبيب يعرف إيه المناسب لها وإيه اللي مش مناسب لها يبدأ يوجهها صح نحن ناخد بشرة نظرة وسليمة وما فيهاش أي عيوب أو مشاكل كتير من المراجعين يجوا عايزين يعملوا بوتوكس وفيلر على طول طبعا نبدأ نوجههم الأول أن بشرتك تعبانة أو بشرتك فيها تصبغات أو فيها أثار ندبات الجمال مش أنك تحقيني بس بوتوكس وفيلر وهو ده يبقى أقصى الجمال لا المفروض نعالج البشرة دي المفروض اللي بقى فيه سموثنينج في الجلد الطري وناعم وصحي بعدين بقى خطوة أخيرة خالص إن هي لو فكرت تحط بوتوكس أو فيلر أو الدكتور شاف إنه الحاجات دي مناسبة لها أو لا طبعا علاجات كتير وأنواع كتير وجلسات كتير مختلفة عندنا في عيادات الجلدية والتجميل علم مختلف تماما علم كبير وواسع المفروض إنه طبيب هو اللي بيشخص الحالة وهو اللي بيقول الحالة دي محتاجة الجلسات دي أو لا أو إيه الأفضل لها أو جلسات لها جلسات كتير مختلفة ممتاز حلو طيب قبل لنكمل موضوع العلاجات عشان نتفصل فيه بالضبط ولكل حالة إيش ممكن أو كيف نممكن نعالجها في عندنا مجموعة اتصالات ما رح نطول عليهم الأخ غازي قالوا مساء الخير أهلين وسعى النور الله يسعدكم ويسعدك يا ربي هل فيك تفضل الله يزيب فضلكم أصلا الموضوع هذا ممتاز جدا وأشكركم على الالتفاة هذه الطيبة ويعني حبث أو الدكتورة الله يسلمها يسلمكم يعني فيه يعني ناس شبه إدمان على الأدوات التجميل يعني أنا ما كنت في البيت ولا كنت بقى أخلي الأهدي يستفسروا منكم يعني أنا من النوع اللي ما ما أشجع هذا الشي وما وما أدعمه اللي هي الأشياء أدوات تجميل الواجه ومدري إيش وكل شوية فمجفف عليهم في هذا الجانب هل فيه تأثيرات يعني من ناحية العناية إذا الشخص قزك قاعد يعتني دائما دائما ويعود بشرة على هذه العناية من حيث أنه يزيد على الشيء دائما تعتاد البشرة بزيادة على الموضوع هل مثلا لو انقطع عن البشرة هذا له تأثير حلو جميل من حيث تجاعد البشرة الأمر الثاني السؤال الثاني ولو طولت عليكم اللي هو فيه ناس الله يعطيكم العافية فيه ناس متوجهة توجه اللي هو شيء تقليدي مثلا الناس اللي يقول قشر الرمان اللي يقول الليمون اللي يقول البدائل الطبيعية أيوة لعشاب الطبيعية والأشياء حق الفواكه من قشر الفواكه أو ما أدرك من هذه الأشياء أرجو أن تفيدونا في هذا الجانب الله يفعدكم الله يسلمك يا رب تحياتي لك أخوي غازي فيه اتصال ثاني من أخي أبو فهد سلام عليكم وعليكم السلام يا هلا وسهلا نعاك أبو فهد نعيم الشرقية يا هلا فيك يا أبو فهد والنعم تفضل ستاذة أنا بغاية أسهل الدكتور جندي بخصوص عندي واحد من زملائي يشتغل في مصنع يدها يدها سائرة زي يعني زي عزك الله زي الطبوقة من كثر ما يشيل الأويل والديزل والأشياء دي في يدها تشيل زي الخشون ما بطبيعية فهمتك يبغى حلول لأنه هو طبعا آخر اسم ما يتكلم يبي حلول في هذا الشي كيف يعارج اليد ليه ما بطبيعية يعني بشع السائرة طيب طيب أخوي ألف سلام علي يعطيك العافية شكرا لك شكرا أستاذة سامسة طيب بالنسبة لإستفسار الأخ غازي أول شيء طبعا هو في هذا هذا اعتقاد أنا لاحظت موجود عند كثير من الناس أنه كل ما اعتنيت في بشرة أكثر كل ما اعتادت البشرة على العناية هذه فلما تنقطع عن العناية فبالتالي رح تعطي ردة فعل مختلفة فهل هذا الشيء حقيقي أولا لا نحن بننصح دايما بالعناية بالبشرة دايما يعني ده المفروض سكيجول يومي الغسول المناسب للبشرة الكريمة الترطيب المناسب للبشرة المفروض يبقى فيه عناية يومية وعناية دائمة مش عارفة أصد الأخ غازي أنه هو يعني ده الشخص مثلا تشغل شيء ما قدر فعلا يعتني زي أول هاي أثر البشرة هو أصده بيكتروا من الميكوب مثلا أو الحاجات داية ولا أصده التنظيف تنظيف البشرة طبعا مفروض يكون عادي يعني يومي بس عادي المفروض معميق العميق دوات بيبقى كل أسبوعين أو كل شهر حسب احتياج البشرة والحسب ما بتشخص بيشخص الطبيب البشرة داية هل فيها رؤوس سودة كتير هل فيها محتاجة تنظيف عميق تحتاج بالمفروض أنه يعني كل شيء تبع استشارة الطبيب ما بقاش الشخص عمال يعمل حاجات كده من نفسه يهلك فيها البشرة ويهلك فيها الجلد من غير استفادة حلو طيب الاستفسار الثاني كان عن البداء الطبيعي اللي بنشوفها أحيانا يعني بنشوف مواقع تواصل اجتماعي أحيانا فيها الليمون جشرة الرمان إلى آخرية هل هذه الأشياء فعلا لها تأثير أو تلعب أي دور إحنا زي ما اكلمنا في الأول عن الحاجات الطبيعية أو المأكلات اللي هي فيها فيتامين سي أو زي كده في حاجات مفيدة للبشرة طبعا تأخذ تأكل يعني تأكل أفضل من أنها تتحطى على البشرة منبرة حلو في استثار أيضا الأخ أبو فاهد بسبب تحديدا كان عن خشور نتليات بسبب طبيعة العمل تمام هو محتاج ترطيب قوي ترطيب ما يكون موجود فيه يوريا اليوريا لما يكون موجودة في الترطيب بتساعد على أن القشور دي تبدأ تقل تماما الأفضل أنه قبل ما ينام بالليل يلبس قوانتي أو كيس بلاستيك أو يلف يده ببلاستيك ويكون حاطت تحت البلاستيك دوت كريمة الترطيب اللي فيه يوريا طبعا ده يساعد كثير على التحول القشور ديت وأنه على ترطيب القل جميل حلو نرجع لموضوع الطرق العلاجية في عيادة التجميل من جديد طبعا حلو في حال وجود التجاعيد والأماكن اللي شوي تكون طايحة في الوجه حب الشخص يرجع وجه يكون مدور مثلا كده الوجه يكون حلو خاصة بالنسبة للسيدات تعرف كداشهم يهتموا في التفاصيل هذه دكتورة فهنا الفني التجهوم هو طبعا زي ما قلنا يتجهل طبيبة التجميل أو طبيبة التجميل الشخص طبعا أمين عليهم أمين على مصلحتهم يشخص تشخيص مناسب للبشرة الأفضل لها إيه وطبعا إحنا بنقول إنه موضوعنا بنكلم عن النظارة اللي بيعمل النظارة ديت أشياء كتير من ضمنها الفيلر والبوتوكس والخيوط لكن طبعا الإفراط فيها أو المبالغة فيها طبعا غير مطلوب المفروض زي ما بيقول الطبيب حسب ما بيشخص هو اللي نعملوه طبعا زي ما قلنا قبل الخيوط والفيلر والبوتوكس الخيوط طبعا من الأشياء الممتازة جدا في تحفيز الكولاجين والهايلرونيك أسد هو ده المطلوب يعني النظارة للبشرة المطلوب عندنا إن إحنا نحفز كولاجين ونحفز هيلرونيك أسد هو ده اللي هيدينا النظارة في الآخر بس إحنا بنقول قبل ما نحفز الكولاجين والهايلرونيك أسد اللي جوه البشرة إحنا عايزين نعالج البشرة ديت من برة ما تكونش البشرة متصبغة وفيها تصبغات وفيها ندبات ونبدأ نعالج ونبدأ نحفز كولاجين من جوه احنا ممكن نشتغل الاتنين مع بعض بس طبعا مهم جدا لو في تصبغات والحاجة بنعالجها بالتقشير بالاحماض بالتقشير البارد بالفراكشنل الفراكشنل بيساعد على تحفيز البشرة اللي هو الفراكشنل ليزر او الفراكشنل سي او تو او الفراكشنل اربيام كله انواع مختلفة من الجلسات فيه الفراكشنل ريديو فريكونسي بتبقى فيه كده رص زي الرولر كده زي الدرما رولر مع حرارة معينة بتتعرض لها البشرة بيحفز الكولوجين في البشرة وبيعالج الندبات واسر حب الشباب ليزر كربوني من الجلسات الجميلة جدا الهادية على البشرة اللي مش بتعمل تقشير قوي او عنيف احمرار بسيط بس في البشرة بيحفز الكولوجين في البشرة بتحفز النضارة في البشرة بتديها جمال بتديها تشئير للشعر بتدي شكل مختلف تماما عن عدم الاهتمام بالبشرة وتركها من غير اهتمام بعد كده بنقول في الاخر خالص لما يكون المراجعة عايزة او المراجعة عايزة الفيلر او البوتوكس بتكون دي حاجة في النهاية مش اول حاجة تطلبها يعني تهتم بالبشرة الاول ثم تضيف عليها اللمسات الجمالية او اللمسات اللي بتدي شكل النهائي حلو لانه اكيد دكتورة في نهاية الشخص اذا ما بدأت العناية اصلا من المنزل يعني وده يردت على العيادة في نهاية العيادة محت يعني حطالي الاساس صح اصلا اكيد طب حلو كمان في استفسارات كانت حول موضوع الصيف والشتاء هل تختلف العناية بالبشرة من فصل الصيف لفصل الشتاء طبعا الاماكن اللي احنا طبعا في الجدة تقريبا السنة عندنا كلها هنا صيف انما الاماكن اللي برا جدة طبعا بيتضرروا كتير زي الرياض والاماكن اللي في الشمال كلها شتاء قوي طبعا بيتضرروا جدا من الشتاء البشرة بتفقد الهيدريشن بتاعها البشرة بتبقى جافة جدا محتاجة ترطيب قوي وترطيب عميق طبعا مهمة جدا الكريمات في الوقت ده من قدرش نستغنى عنها كريمات طبية مفروض تصرف تحت اشراف طبي زي ما قلنا كلها بيتامينات وكلها بدون عطور ولا حاجات مضارة للبشرة طبعا زي ما قلنا في الاول الاكل والشرب والشرب الماء الكتير هيحافظ على نظرة البشرة وعلى انه القفاف دوت ما يكونش مؤذي للبشرة ممتاز مستمعينا فاصل اخير من طبابة الفز قبلها لو حابين اكيد تتابعوا موقع تواصل اجتماعي الخاصة بدكتور عزة تقدروا تتابعوها على snapdr a-w-z-a-s-a-l-e-m او تتابعوها اضعا عن instagramdr.a-w-z-a-s-a-l-e-m فاصل اخير وراجعين خليكم مع السماعة طبابة الف مع سامي بيروتي العيادة المسموعة يا اهلا فيكم مستمعينا من جديد طبعا اكيد مكملين في تواصلنا معاكم على ارقامنا لو حابين تطرحوا اي سؤال او استفسار على دكتور عزة سليم طبيبة الجلدية والتجميل والليزر في عيادات شمس 012-61-61-60-1-1-2-1-7-85-85-80 او اطرحوا اسئلتكم على الأخت عهودي تقول بشرة الدهنية وفيها حبوب دائمة مستمرة أخذت علاج وما في فايدة بوصف الطبيب أرجوكم بغالها حل طبعا اللي أخذ علاجات كتير في الأكنية وحب الشباب ومحتاج حاجة مختلفة عن العلاجات اللي بتطول معاهم بتجيبش نتائج مفروض يتجه للعيادة يعني فيه جلسات ببقى مخصوصة للحبوب جلسات تنظيف بشرة مخصوص لحب الشباب طبعا بيبقى فيها مواد وأحماض مناسبة سلسلك أسد وبليكوليك ومواد مناسبة للتقشير للحبوب بتختفي تماما تمام وبعد كده تبدأ تاخد مضادة حيوي أو أدوية معينة بحيث أنه هو الحبوب دي تختفي أو تعالجها وطبعا فيه تقشير تقشير لحب الشباب مخصوص فيه الفراكشنال ليزر فيه أشياء كتير في العيادة المفروض تتجه العيادة جلدية وتجميل ويبدأوا يشخصوا لها المشاكل والحلول حلو في عندنا اتصال طيب نروح لأسم أسا من جديد كمان عندنا استفسار يقول دكتورة بليز أنا عندي بوجه مسامات متفتحة ومزعجتني مرة كيف أقدر أبعدها عن وجهه وإيش هي طرق الوقاية من ظهورها مرة ثانية مع العلم أن بشرة دهنية طبعا المسامات الوسعة مخصوصة دايما البشرة الدهنية المسامات الوسعة علاجها صعب تاخد وقت طويل محتاجة صبر محتاجة عناية في المنزل مع الجلسات اللي في العيادة من الجلسات اللي في العيادة اللي بتقلل المسامات الفريكشنال ريديو فريكونسي والليزر كربوني والفريكشنال سي أو تو دي من الجلسات اللي بتقلل المسامات لو حد عايز يستعمل في البيت جلسات في البيت تكون سهلة عليه وخفيفة كلاسات الديرما رولر مع فيتامين سي طبعا العناية في المنزل تكون غسول مناسب للبشرة يعني غسول البشرة الدهنية طبعا بما أنها بشرتها دهنية وتونر أو أسترينجنت اللي هو قابض للمسام لما تعمل قابض للمسام في المنزل كمان استخدام التلج لو مرارة مكعب تلج على وجهها لمدة عشر دقائق كافي جدا أنه يعمل قابض للمسام جميل جدا فيه استفسار آخر من الأخ أحمد يقول عمل تقشير كيميائي لمنطقة الوجه من أسبوع هل أقدر أعمل لازر لازالة الشعر للوجه مباشرة أو لازم أنتظر فترة يعني الأفضل ينتظر لعشر أيام لأسبوعين لحد من البشرة لا تهلك يعني ينتظر لحد ما يكونش فيه تقشير أو التقشير يكون انتهى تماما أو اختفى ويبدأ يعمل أي بروسيديور تانية سواء إزالة شعر أو غير حلو استفسار كمان يقول بشري حساسة وأحب المكياج كيف أقدر أحط مكياج بطريقة ما تضر بشري أو هل فيه طبعا أشياء معينة تكون خاصة بالبشرة الحساسة طيب إحنا بنقول الميكوب طبعا كتير بيحبوه ما قدرش يستغنوا عنه بس بنقول يعني لما تحط ميكوب تحط أنواع محترمة أو أنواع جيدة ما تحطش أنواع سيئة في البشرة التاني حاجة ما تنمش بالميكوب أبدا تماما تغسله بغسول يعني يغسل تماما ما يكونش فيه أي نوع من أنواع الميكوب قبل النوم بنقول قبل ما تحط الميكوب تحاولنا تحط الكريم مرطب تحط فيتامين سي سيروم أو كولوجين سيروم قبل ما تحط الميكوب على البشرة مباشرة عشان يبقى فيه عناية أو وقاية من التقعيد ومن التصبغات من جديد مستمعين أذكركم برقام التواصل معنا لو حابين تطرحوا سؤال أو استفسار على الدكتور عزة فيه استفسار يقول أنا بعاني من تجاعيد حول الفم تحديدا لكن مو بشكل قوي لكن أشعر بعدها من الارتياح لهذه التجاعيد وما أقدر ألجأ للبوتكس لأني صغيرة في السن فهل في حل تخلص من هذه التجاعيد؟ التجاعيد اللي حول الفم غالبا تظهر من مدخنين فلو هي مدخنة تحاول أنها تبطل تدخين أو تبعد عنه أو الناس بتشرب أرقيلة أو أي حاجة بتعمل على ضم الفم على طول دايما ده بيعمل تجاعيد حول الفم طبعا بيكون علاجها بالبوتكس أو بيكون علاجها بفلر خفيف نوع من أنواع الفلر بتعالج التجاعيد دية اللي هي حول الفم حلو يعني فعلا فيه تعبير أحيانا للوجه هي بتساعد على ظهور التجاعيد احنا أشياء بنسويها دائما ما بننتبه عليها أو التعبير غريبة كذا فجأنا حيانا نعقد حواجبنا وبهذه الطريقة عادة لا يعيني طيب كمان فيه استفسار يقول عندي سواد تحت عيوني إيش علاجه؟ هل فيه فحوصات معينة لازم أسويها؟ من قولنا الموضوع ده في الأول أنه الأهلات اللي حوالين العين طبعا الأنيميا أهم عامل والنوم مهمة جدا والأكل والتغذية الصحية كمان ممكن الفيلر لو فيه خفصة تحت العين أو هبوط تحت العين في منطقة تحت العين أنه هو فقد في المنطقة دية دهون كتير بنحط فيها المنطقة دية فيلر فتبدأ تفرد تبقى شكلها يتدي إيحاء بأنه الشكل أفضل أو أحلى أو بدون اسمرار حولنا العين طبعا البوتوكس في المنطقة دية ممتاز جلسات الفوكس ده هيفو في المنطقة دية تتحفز أي شيء أو أي جلسات حولين العين بتحفز أو بتعمل على زيادة البلوت فلو أو قريان الدم أو سريان الدم في المنطقة دية طبعا ده بيحفز الأكسوجين في المنطقة فبيعالج حلو آخر استفسار عندنا لليوم على الاسم اس يقول أشي أفضل فيتامينات لعلاج تساقط الشعر ولو فيه شيء في عيادة تجميل كيف ممكن تجه إليه اللي هو العلاجات بالنسبة للشعر أو تساقط الشعر علاجات تساقط الشعر طبعا كلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت ممكن يرجعنا يسمع الحلقة اللي فاتت إن شاء الله يستفيد جدا بالنسبة للفيتامينات اللي يمفروض يعني بس يحافظ عليها عشان تساقط الشعر طبعا أهم حاجة برضو الأنيميا يعني ما يكونش فيه أنيميا لأنه أنيميا برضو عامل كبير للتساقط فيتامينات طبعا البيوتين وفيتامين بي كومبلكس كله مهم للشعر كمان طبعا فيه جلسات يعني لو فيه تساقط رهيب أو قوي فيه جلسات كتير دلوقتي طبعا كلمنا عنها الحلقة اللي فاتت ممكن يرجعها وإن شاء الله يبقى فيه استفادة إن شاء الله لو حابين تزوروا دكتور عزة سليم على طبعا في العيادة بتقدر تزوروها في طريق الملك تقاطع شارع حراء تحتين في مدينة جدة طبعا طريق الملك تقاطع شارع حراء جنبا كسامبا هذا هو موقع العيادة أو لو حابين تتابعوها في موقع التواصل الاجتماعي رحت تتابعوها على سناب شات دي آر اي دابل زد اي اس اي ال دابل اي ام هذا بالنسبة لسناب شات أما انستجرام دي آر دوت اي دابل زد اي اندر سكور اس اي ال دابل اي ام وأرقام التواصل صفر خمسة أربعة اثنين صفر اثنين صفرين ستة وستين أو صفر واحد اثنين ستة سبعة ثلاثة 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 تسعة ثرعة تكتور عزة سليم يعطيك ألف عافية شكرا لك على وجودك أكيد معنا في طبابة ألف لليوم شكرا يا سامية العفو أكيد دكتورة وإن شاء الله أكيد كل مستمعين يكونوا استفادوا من حلقة اليوم كالعادة مستمعين طبعا أكيد إن شاء الله يستمتعتوا بالحلقة كمان وتقدر ترجع تسمعوها مرة ثانية على قناتنا في اليوتيوب ألف ألف أف أم كنت معكم أنا سامية البيروتي في أمان الله